الشر سيفتح على إسرائيل من الداخل هذا ما يعتقده 68% من الإسرائيليين بحسب استطلاع رأي أخير أجرته القناة الثلاثة عشرة الإسرائيلية وهي نتيجة واضحة لما يعيشه الإسرائيليون من انقسام داخلي وقلق وجودي في السنوات الأخيرة هذا القلق الإسرائيلي عبر عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابقة إيهود باراك في إشارة إلى أن الانقسام الداخلي سيحطم إسرائيل وهو أكبر تهديداً وجودياً لها يجب أن نصلح الكثير من الأمور في داخلنا أولاً وقف التشرذم والانقسام الداخلي الذي يحطمنا وهو أكثر خطراً على إسرائيل من العمليات التي تحدثت عنها سابقاً والتي هي تأتي وتذهب وهي أكثر خطراً من الفلسطينيين ومن إيران التهديدات الخارجية لا تمثل في المدى المنظور تهديداً وجودياً لإسرائيل كما الانقسام الداخلي الانقسام الداخلي يركز عليه أيضاً وزير الأمن الداخلي السابق أفكدور كهلاني عندما أكد أن المشاكل الداخلية لإسرائيل ستدمرها المشاكل الداخلية في إسرائيل بحسب رأيي ستدمر الدولة نحن لا نستعد لما هو مقبل ولو جلست معك هنا بعد عشر سنوات أسئلتك ستكون أكثر صعوبة وسوف تسألني كيف وصلنا إلى هذا الوضع أنا أعتقد أن المدافع المواجهة إلى إيران يجب أن نواجهها أولاً إلى داخلنا وأن نعالج مشاكلنا وفي سياق الخطر الداخلي الوجودي الذي يتهدد إسرائيل والذي تتحدث عنه شخصيات رسمية إسرائيلية لا يبدو الشارع الإسرائيلي بعيداً عن التصور الرسمي أيضاً وهو ما أكده استطلاع أخير للرأي نشرته صحيفة إسرائيل هايوم أظهر أن 40% من الإسرائيليين غير متفائلين بشأن مستقبل الكيان